السلام عليكم ورحمة الله إذن محببكم في درس الترتيب والعمليات مع التمرين في التأثير إذن نبدأ بالسؤال الأول لنثبت أن X ناقص 2 محصورة بين العدد ناقص 6 والعدد ناقص 4 إذن هما أعطينا أعطينا التأثير وطالبا مننا نقطر X ناقص جوج أي نقطر X زائد ناقص جوج هذه سنلقاها ما بين ناقص 6 وناقص 4 إذن دائما نبدأ بالمعطيات لدينا X محصورة بين العدد ناقص 4 والعدد ناقص 2 من بعد تنظيفه هذا العدد هذا إذن عندما نضيف عدد إلى طرفين متفاوتة فإن الترتيب لا يتغير إذن كيف يمكن أن نضيف بدون ترتيب ما يتغير إذن نضيف ناقص جوج لجميع الأطراف إذن ناقص 4 زائد ناقص جوج X زائد ناقص جوج أصغر من ناقص جوج زائد ناقص جوج أصغر من ناقص جوج إذن نضيف ناقص جوج زائد ناقص جوج زائد ناقص جوج إذن ناقص 4 ناقص جوج ناقص 4 ناقص 2 هي ناقص 6 و ناقص 2 ناقص 2 هي ناقص 4 السؤال الثاني بسط جدر X ناقص 2 لكل 6 ناقص 2 إذن نذكر بأن ما بداخل الجدر دائماً يكون مجاب إذن مثلاً كنت ندير الجدر X مربع إذن كنت نتابع دائماً هذا X ستكون مجابع في حالة إذا كانت سالبة أقرب لها الإشارة إذن مثلاً هنا في الجدر X مربع فأعطينا حالتين إما سأعطينا ناقص X ولا X ناقص X إذا كانت سالبة و X إذا كانت مجابع مثلاً نحن نديره جدر ناقص 5 لكل 2 إذن هنا رأي ما سأعطيك هنا في هذه الحالة سالبة إذن ستكون ناقص ناقص 5 يعني هي 5 دائماً ما بداخل الجدر سيكون عدد مجاب إذن نحن نستطيع جدر X ناقص 2 لكل 2 المربع يبشي مع الجدر ولكن ما سيبقى هنا هاد X ناقص 2 وش هو عدد موجب ولا سالب إذا رجعنا للتأطير ألقوا بأن X ناقص 2 محصورة بين ناقص 6 و ناقص 4 أي عدد سالب وبالتالي الإشارة دياله ستتبدل إذن الجدر ديال X ناقص 2 لكل 6 سأعطينا ناقص X ناقص جوج يعني نخص يكون عدد موجب إذن إلى بحيثنا الأقواس سأعطينا هي ناقص X زائد 2